من موقع الحدث ابراهيم عزة مراسل اونلايف يعني اكيد لديه الجديد دائما ليطلعنا عنه تحياتي رجاي اهلا بك من جديد بالفعل وصلنا يعني كما تبعنا عبر الساعات القليلة الماضية الرحلة التي بدأها تمثال الملك رمسيس الثاني من منطقة سوق الخميس دي المطرية وصولا الى هنا الى المتحف المصري وكما عشرت انت ايضا للبيان الذي صدر من وزارة الاطار حول التخطية الاعلامية بالفعل كاميرات وسائل الاعلام متواجدة بخارج هذا المكان المخصص هنا في المطحف المصري ولكن استطاع فريق عمل اونلايف ان يتواجد هنا معكم على الهواء مباشرة من رحاب المطحف المصري كما تتابع في الصورة هذا هو العربة التي حملت تمثال رمسيس الثاني والاستكشافات الجديدة بمنطقة المطرية اما الان رجائي فدعني ان نتجول معكم ومع السادة المشاهدين بكاميرا اونلايف في هذه المشاهد الخاصة حول الاستعدادات النهائية هنا التي تجرى في المطحف المصري كما تتابع على الهواء مباشرة رجائي هناك بعض من افراد البعثة المصرية الالمانية التي تجهز في الحديقة الكبرى في المطحف المصري قبيل دخول تمثال رمسيس الثاني والاستكشافات الجديدة هذه هي بعض افراد البعثة المصرية المتواجدة في المصرية الالمانية بالطبع المتواجدة في المطحف المصري التي تستعد لاستقبال تمثال رمسيس الثاني وهذا هو المكان الذي سيشهد فيه غدا دكتور خالد العناني وزير الأطار المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل هذا الاستكشاف وأيضا الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأطار هنا في الحديقة القبرى في المتحف المصري إذن هذه هي مشاهد حية ومشاهد خاصة تأتيكم الآن على الهواء من متحف المصري نعم يعني هي طبعا لحظات فارقة ولحظات مهمة جدا وهو صبق طبعا لقنوات أون لايف أن يسمح لها للتغطية من داخل المكان وكما ذكرت إبراهيم نتابع الآن كما أشرت المكان الذي سوف يتم من التغطية أو عقد المؤتمر الصحفي غدا ما هذا القطع البيضاء هل هي التمثيل مغلفة؟ إلى الآن هذه هي التمثيل الرجائي الآن سورة تأتيكم مباشرة على الهواء التمثيل مذالت متواجدة أعلى العربة ولكن القطع الصغيرة التي رأيتها هي مواد داعمة تتواجد على الأرض كي يوضع عليها التمثيل حتى لا يتأثر بعوامل التعرية ولا يتأثر بالخدوش والمتواجدة بالأرض هذه هي المشاهد التي تراها الآن هذا هو تمثيل الملك رمسيس الثاني المتواجد مذال أعلى هذه العربة ولم يتم انتشاله إلى المتحف بعد ولكنه يستعد الآن من أمام هذه البوابة المقابلة للساحة القبرى كما ترى نعم إذن هي صور حصرية إبراهيم لكاميرا أونلايف التي ترصد هذا الحدث الأبرز الحدث الأهم يعني أعتقد أن إبراهيم سوف يتم الآن نقل هذه القطع الأثرية تمثال رمسيس الثاني وباقي القطع الأثرية للمكان الذي أشرت إلي نوية سوف يتم تجهيزه لوضع هذه التمثيل عليه نعم هذه هي القطع الصغيرة البيضاء التي تراها رجائي وهو سؤالك لي هذه هي قطع داعمة يعني متواجدة على الأرض سيوضع أعلى منها التمثال رمسيس الثاني والاستكشافات الأثرية التي يعني تم اكتشافها في منطقة المطرية أما الآن دعني أن أعود معك ومع السادة المشاهدين مرة أخرى إلى العربة التي تحمل الاستكشافات الجديدة كي نرصد تحديدا أهم ما تحوي هذه العربة هذا الجزء الأول من ناحية اليسار هو جزء خاص بالجزء العلوي من تمثال رمسيس الثاني كما ترى بقى في القاعدة هناك مواد داعمة موضوعة كي لا يتأثر التمثال به يعني بعض المشكلات دي الطريق نعم وكما نرى يعني ونتابع وتابعنا إبراهيم يعني طريقة التغليف ذاتها كانت يعني غاية في الاحترافية بالشراف اللجنة المصرية الألمانية المشاركة نعم صحيح صحيح رجوع نعم يعني الجزء الأول كما ذكرت هو الجزء الخاص بتمثال جسد رمسيس الثاني بالحديث بقى عن الأجزاء الأخرى الجزء في المنتصف هو الجزء الآخر كما ترصد الكاميرا الآن نعم يعني تم اكتشاف كما نعلم الجزء العلوي الذي رصدنا إليه وهو مخصص للتاج والرأس أما الجزء الآخر هو الجزء العلوي من الجسم الذي تم أيضا اكتشافه إذن تنسال رمسيس عبارة عن جزءين اثنين تم اكتشافهم أما القطع الأثرية الأخرى هو لحفيد الملك رمسيس الثاني وهو الملك سيتي الأول وهذا هو أيضا بجانب القطع الأثرية الأخرى المتواجدة فوق هذه العربة التي أحضرتها القوات المسلحة لنقل هذا الموضوع ما زالت متواجدة كما نراها في هذه المشاهد الخاصة قبيل يعني وضعها بالحديقة الكبرى والصحة الكبرى بالمتحف المصري نعم كان هناك مدخلة تلفونية مع الدكتور المؤمن عثمان مدير عام إدارة الترميم في المتحف المصري وقال أنه سوف يتم طبعا يعني نظرا لما كنا نتابع إبراهيم المكان الذي تم اكتشاف وانتشال هذه القطع الأثرية كان مليء بالمياه الجوفية فأطلعنا أنه قبل عملية الترميم ستكون هناك عملية لأتهيئة من الواضح أن عملية التهيئة وعملية الترميم سوف تتم في المكان الذي أشرت إليه إبراهيم الآن صحيح تتم في هذا المكان الذي سيشهد بقاء تمثال فيه الذي يعني في الساعات القليلة القادمة سيتم هذه العمليات الترميم ودعني أقول لك أن عمليات الترميم بدأت منذ أن تم اكتشاف هذا يعني الاستكشافات الأثرية الجديدة بيئة المطرية يعني لم ينتظر أو لم تنتظر البعثة المصرية الألمانية أن يصل المتحف المصري ولكنها بدأت بالفعل في المكان القديم بمنطقة سوق الخميس بالمطرية بيئة الترميم والمعلومة التي جاءت ليه هو فقط يحتاج إلى التلميع الأثري وهو الذي سيأخذ بضعة ساعات قليلة وسيكون متاح للجمهور كما تتابع هذا هناك وينشا هذا هو الوينش الذي سينتشل القطع الأثرية التي رأيناها منذ قليل وسيوضع بها أعلى القطع الموضوع بحديقة المتحف المصري هذا الوينش أيضا والعربة إدارة النقل التابعة للقوات المسلحة كما ترى أيضا بعض من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المتواجدين برفقة البعتة المصرية الألمانية بالمتحف المصري كوبايل انتشال وكوبايل استقرار وبقاء تمثال رمزيس الثاني هنا في المتحف نعم كما نتبع في الصورة إبراهيم هناك أفراد تأمين من الداخلية أفراد تأمين من القوات المسلحة المصرية أيضا من اللجنة المشتركة المصرية الألمانية المعانية بعملية الكشف وأعتقد هناك مدنيين من الجهاز الإداري التابع للمتحف المصري وفريق عمل أون لايف هؤلاء هم فقط الموجودون حاليا في حرم المتحف المصري لرصد هذا الحدث صحيح هذه هي المشاهد الخاصة التي تأتيكم استطعنا الدخول إلى هذه المنطقة ولكن وسائل الإعلام لها مكان مخصص بالتأكيد آخر ولكن متواجدين معكم في هذه المشاهد الخاصة والحية التي تأتيكم مباشرة على الهواء كما تتابع أيضا استكمال للاستعدادات واللمسات النهائية الأخيرة التي توضع من قبل اللجنة البعثة المصرية الألمانية قبل بقاء واستقرار الاستكشافات الأثرية الجديدة هنا في المتحف المصري إذن هي صور حصرية مشاهدين لن تروها إلا عبر شاشات أون لايف هي الكاميرا الوحيدة المسموح لها للاقتراب بهذا القدر المتابعة دقيقة ورصد دقيق لهذا الحدث الذي يتابعه بالقطع العديد من الصحف والوكالات الأنباء الدولية والعربية والعالمية نتابع الآن هذا الحدث حصريا كما تابعنا وذكر لنا إبراهيم عزة موفد أون لايف من موقع الحدث هي الكاميرا الوحيدة المسموح لها أن تتابع هذا الحدث نترككم مشاهدين مع هذه اللقاطات الحصرية لكاميرا أون لايف إبراهيم يعني ابقى معنا لإطلاعنا على المزيد من الحصريات ومزيد من المعلومات ومزيد من كواليس هذا الحدث بعد قليل ابقى معنا اشتركوا في القناة